أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلدي طالب أمس مباحثة عن نظيره من جمهورية ياتشيك تمحورت حول تعزيز فرص التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية ياتشيك في المجالي الصحي وشكل هذا لقاء رفيع المستوى مناسبة لبحث وتعزيز فاقية تعاون وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين لسيما في شقها المتعلق بتشجيع وتعزيز التعاون في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية مما يتمشى مع تطلعات المشتركة للبلدين في المجال وفي هذا صدد كدى سيدة الطالب في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات لقاء شكل مناسبة سانحة للوقوف على أهم النقاط الوردة في إطار الشركة الثنائية بين البلدين في المجال الصحي مشيرا إلى أن المملكة المغربية وجمهورية تشيك تربطه مع علاقة تاريخية تمتد لأزد من 58 سنة توجدت بالزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد نسدس إلى العاصمة تشيكية براغ في مارس 2016